رحمن الرحيم ابناء الطلاب طلاب الصف الاول الاعدادي اهلا بكم مع حصة جديدة من حصص مستر ساينز مع مستر شريف الهواري. اه طبعا كالعادة ولاد ما ننساش نحمل من البلاي ستور نعمل للقناة وفولو لصفحة الفيسبوك عشان تقدروا تعرفوا موعيد نزول مراجعات طبعا عندنا امتحانات قريب فطبعا عايزين نكون مستعدين لها كويس ان شاء الله هتكون في مراجعة كويسة لكم هتساعدكم لان هي واخدة من سيلة امتحانات قبل كده وطبعا من مدارس كزا من اكتر من مدرسة يعني طبعا معظمكم بعيدت لي اه البراكتيكال بتاعه فانا طبعا جمعت الاسئلة دي وههارضها عليكم ان شاء الله اه النهاردة الليسون بتاعنا متكلم عن اه سليشيا البادز الليسون اه وان يونيت ثري اللي هو يا ولاد الاجرام السماوية طيب في الاجرام السماوية هنتكلم فيها عن الستارز اه الستارز يا ولاد طبعا احنا عارفيني النجوم هي اكبر 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 او من اكبر الاجسام اللي موجودة فين في الفضاء اه الستارز يعني يعني كلمة ستار يعني نجمي طبعا زي ار بيج سايزد بادز امت طبعا ممكن تيجي لك كومبيليت في الامتحان هتكتب لي كلمة يعني يعني بتشعة ضوء وحرارة او حرارة وضوء يبقى طبعا هارفين طبعا ان الشمس كل يوم بتطلع علينا الصبح بتكون مصدر لهيت ومصدر لمين كمان يبقى اهما بيج سايزد بادز امت هيت ايه كمان معلوماتنا عن الستارز يا ولاد زي الشمس كده اللي هي النجوم طبعا منها الصن عددها كبير جدا ممكن بتوصل لباليونز البلايين يعني مليارات المسافات بينهم بتكون كبيرة جدا يعني ايه مصدر يعني اه حاجة غريبة جدا لمها ولاد الكيلوميتر في الفضاء يعني حاجة صغيرة جدا الكيلوميتر يعني اقول لكم حاجة مثلا ينفع حد يقول لك اه اسلي صور المدرسة بتاعتك اه طول الصور بتاع المدرسة بتاعكم مثلا اولا اه طول المدرسة بتاعتكم اه هتقول يا مستر انا اجيب مصطرة واقسها بالمصطرة طبعا لأ المصطرة دي تعتبر يونت صغيرة جدا بالنسبة للشارع اللي انت هتقيس فيه طبعا مدرستك دي كلها طب الحل ايه يا مستر الحل طبعا اللي انا اجيب يونت مناسبة نفس الكلام يا ولاد اه اه الكيلوميتر الكيلومتر ده اللي احنا بنقول مسلا انا مشت كيلو مشت اتنين كيلو دي تعتبر دستانس صغيرة جدا هي المصطرة بالنسبة الفضاء. يعني مستر قادر قصدك تقول ان هي وحدة صغيرة جدا بالزبط كده. طب الحل ايه? العلماء قالوا احنا هنقيس بوحدة اسمها اللي هما بيسموها باسم السنة الضوئية. طب بتاعها المسافة اللي هيمشيها اللايت في وان اير. هنا عارفين يا ولاد ان ضوء بيمشي في السنة في السنة الواحدة. سري هاندرد. تمام كده? مليون. خلي بالك كده. تلتمية مليون متر في السنة. او بقى اللايت دوت في السنة هيكون مشي كام? فالعلماء حسبوا لقوا ان الديستنس ويتش كفرد باي يعني الرقم ده يعني لو نحط التسعة دي بقى قدامها اتناشر صفر كيلو متر. متخيلين كبرى الرقم يا ملاد? يعني الرقم ده قدامه اتناشر صفر. يعني معنى كده يا ملاد ايه? دي ايه هي طبعا تقولي يا مصر برضو مش فيه. اقول لك مثلا انت عندك ستار زي الصن. وفيه ستار تاني. وانت قاعد مع علماء كده من بتوع وكالة ناسا وعمل تسمحهم بيتكلموا. فعمل يقولوا ايه? يقولك ان الديستنس ما بين الستار ده. ستار وان وستار تو. طبعا لازم تبقى قاعد وصيهم فاهم بقى. فتقول اه احنا اخدنا مع المستر من اللايت اير ايكوان يعني الرقم ده كيلوميتر. فهم لما قالوا يا مستر ان المسافة بين النجمين دول يعني معنى الرقم ده مضروف في كام اولو ناين بوينت فور سيكس سيبن تايمس تيم باور تولف. الرقم ده مضروف في كام يا ولاد في تو. تمام? طبعا لقلت لك المسافة من الستار ده ستار وان وستار ثري. خمس سنين ده قوية. يبقى تقول لي اه يا مستر يعني معنى الرقم ده مضروف في كام في خمس. فهمنا يا ولاد في بروبلم زي الكلام ده. يعني اوقات بتجي في في الامتحانات يقول لك ايه? calculate the distance in kilometer between the sun and star. يعني اس للمسافة بالكيلو هو عايزة بالكيلو. ما بين الشمس وستار. لو كانت هي يا جماعة بتلات سنة ضوئية. اترى انجل ده ممكن يسهل عليك شوية. انت عايزة distance بالليتير. يبقى distance بالكيلو متر. ديفايد الرقم اللي احنا هحفظينه ده. طب لو طلب منك distance بالكيلو متر. يبقى distance هتحبيها. وتبقى distance بالليتير times الرقم ده. طب هو طلب مني ايه? calculate the distance in kilometer. يبقى يا مستر احنا هيقول لي distance in light here times distance. يبقى اقول له ايه? distance in kilometer equal distance in light here times nine point four six seven times ten power 12. هما كام يا مستر distance بالليتير فمن النجمين دول? بثري. يبقى اقول له distance in kilometer equal. هشيل دي كلها وقت ما كانها تايمز الرقم السابت اللي احنا هحفظينه. nine point four six seven times ten power 12. بالكالكوليتور عشان ما تتعبش حالك. هتطلع التين power 12 يدير واحدها على جنب وتضرب للتلاتة في الرقم ده. تلات فيها الكام? two eighty eight point four times ten power 12 كيلو متر وتحط الوحدة بتاعتك. اه يعني انا فهمت كده ان المسافة ما بين two stars دول ما بين النجمين دول. twenty eight point four times ten power 12 كيلو متر. تمانية وعشرين واربعة من عشرة. times ten power 12 كيلو متر. انا كده حسبت ال distance بالكيلو متر. طبعا كان عادة يا بلاد برضو لو طلب باللايت هير هتعمل اللي هي بالكيلو متر divided number اللي احنا عافظينه. مين هي الجلاكسز يا مستر? يعني المجرات. يعني يا مستر جلاكسز دي اللي هي المجرات. طب ايه المجره. they are grand or bigger units forming universe. يبا لو قالك في الانتحان. the bigger unit of the biggest unit forming universe. اكبر وحدة بيتكون منها الكون ده كله. ايه تاني يا ولاد? they are a system of thousand millions of stars. تخيل? الاف الملايين يعني billions of stars. يعني شايفين الصورة اللي قدامكم دي يا ولاد? كل الاجدراعات يعني شايفين دي? دي طبعا اللي هي اسمها ميلكي ويه جلاكسي. دي الجلاكسي بتاعتنا المجره بتاعتنا. شايفين بقى الازرع اللي هي لونها ابيض المنورة دي يا ولاد? دي عبارة عن جنب بعضها. بس عشان عددهم كبير جدا زهرة كأنها ايه? كأنها خطوط من الضوء زي ما انتم شايفين كده. طب فين الصن يا مستر? احنا هو. الصن النقطة الصفرة اللي انا حوضت عليها دي يا ولاد. يعني الصن موجودة فين? the age of our galaxy. على حفة المجره بتاعتنا. يعني لو جابتك الرسمة دي في الامتحان وشاولك هنا. هتقوله ده مين ده? the position of sun. موقع الصن. يبقى ايه هي الملكي ويه جالكسي? يعني لها ازرع حلزونية. ازرع حلزونية كلمة بتخرج منها. طبعا وطبعا الصن موجودة على درع من الدرعات دي زي ما احنا شفناها كده. طب انتم يا جماعة بتشوفوا الكلام ده ازاي? هو انتم بتشوف الجالكسي دي والشيب بتاعها ده. والستارز يا مستر والكلام ده كله بنشوفه ازاي? عم طريقة حاجة يا ولاد اسمها التليسكوبس. من هما التليسكوبس? used to discover celestial bodies. افل لو جالك في الامتحان? وقالك mention the function of telescopes. what is the importance of telescopes? ايه هي اهمية التليسكوبس? هتقولي used to discover celestial bodies. تستخدم عشان بتاكتشف. السيليشة الباضيز اللي هي الاجرام السماوية. طب ايه بتاعت التليسكوبس? we have two types. احنا عندنا نوعين يا ولاد. we have reflecting telescope. طبعا تشكل بتاعه. and we have reflecting telescope. كلمة reflecting يعني حاكس. بيعكس الضوء بيستخدمه في mirrors. اما ال reflecting ده بيستموه باسم كاسر للضوء يعني بيكسر الضوء. وبيستخدمه فيه لنسز. يبقى دلات انت عندك بس تبع عارف. ان types of telescopes reflecting and refracting. عاكس وكاسر. طيب كده عارفنا عانيه stars. عارفنا عانيه light here. عارفنا ايه هي الجالكسز. اللي هي biggest unit of universe. عارفنا our galaxy is called the milky way galaxy. وعارفنا احنا بنشوف الكلام ده كله ازاي طبعا. which are reflecting and refracting. تعالوا بقى. يعني نترك نركز شوية في النقطة الصفرة اللي هي اللي احنا شفناها دي يا ولاد. نركز بقى هنا شوية. كل كل كلامنا هنا. انسا بقى بقيت ال universe. هتاخدوا ان شو الله في سنة تالتة عدد السنة الجاي. اه سنة اللي بعد الجاية. المرة دي ما احنا في النقطة الصفرة دي. خلونا جواه. اللي هي مين? the solar system. طب ده اللي هو اللي احنا فيه اللي هو المجموعة الشمسية بتاعتنا. بتتكون من ايه يا ولاد? بتتكون من sun planets moons and other celestial bodies اللي هي بقى استرويد وميتيورز وميترويدز وكومينز. اول ما نخلصهم يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا. نمسك بقى حاجة حاجة ونتكلم عنها بالتفصيل يا اولاد. نبدأ بال sun. ايه معلومات ايه معلوماتنا عن الصن? كل بقى يا ولاد حاجة من دول لازم تبعرف المعلومات بتاعتها. فيها واحد واثنين وتلاتة. تبعرف كل النقطة منهم معناها ايه او ايه المهمة فيها. نبدأ بال sun. sun is the star in our solar system. طبعا الصن هي اللي star بتاعتنا. هي اللي منورلنا ده كله. طيب ايه كمان? هي تعتبر the biggest body in solar system. ايه معلومة تانية هي اول حاجة ال star بتاعت السولار سيستم. تاني معلومة عن الصن ان هي the biggest body in our solar system. number three. it lies in the center of solar system. موجودة وممتصة في السولار سيستم. وكله بيدور ايه يا اولاد? حواليه? and all bodies revolve around it. طيب شكر يا صن. كده احنا خلصنا. الصن. تعالوا نشوف. number two. مين كمان يا اولاد في السولار سيستم بتاعنا? طبعا البلانيتس. ايه بتاع البلانيتس? اللي هي الكواكب? they are eight planets. they are eight planets. they are eight planets او eight spherical opaque bodies. كلمة opaque يعني ايه? يعني معتمة. هل هي احنا مشوفناش كوكب ينور? مشوفناش كوكب بيطلع لنا هيت? صح اي لا? يبقى هم عبارة عن ايه? they are they are eight spherical opaque bodies. ما نعم يا مستر بقى? revolve around the sun in one direction. يعني انت لو جالك ده scientific term يا ولاد وانت بخبي كلمة بلانيت دي مش شايف. انت مش طعفة جاو بص كده. they are eight spherical bodies. opaque bodies. revolve around the sun. خلاص هي مستر دوا طحة جدا. دي البلانيتس. بالضبط كده. طيب اللي علماء بيقسموا البلانيتس into inner planets and outer planets. اللي هم بيسموها باسم كواكب داخلية. وكواكب اللي هي الاوتر اللي هي الخارجية. ودي comparison مهمة جدا في الامتحان. يقولك compare between inner planets and outer planets according to size, according to dynasty, according to structure. تعالوا نشوف كده المكمبيري المهمة دي. ونشوفها مع بعض يا رد وركزوا معي فيها اول. نبدأ اول حاجة بال inner planets. اللي هم ايه? they are nearest four planets to the sun. اقرب اربعة للشمس. انتم مين بقى? عرفونا بنبسوكم كده. احنا الميركري والفينس والأيرث والمارس. ميركري فينس ايرث مارس. اللي هم يولاد بنقولهم بالعربي. اللي هي طبعا عطارد والزارة والارض. وطبعا المريك. هما دول اللي هما the four inner planets. مين هما the four inner planets? اللي هما the nearest four. اقرب اربعة توزة صن. طيب. نروح الناحة تاني. the outer planets they are the first four planets from the sun. ابعد اربعة عن الشمس. يعني احنا لو الصنة هي. في اربعة كده اللي هما the inner. بقى كده يجي كده في سخور كده فصلة ما بين دول ودول. وتيجي بعد كده الاربعة التانيين اللي هما the outer. يبقى دول inner. ودول ايه? دول كده the inner. ودول اللي هما الاوتر. مين انتم? اللي اربعة بقى اللي هما the outer planets? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ادي الاربعة اللي هما the outer planets. طيب. تعالوا نكمل. according to size بالنسبة للsize. الاربعة الاولينيين دول اللي هما the inner يولاد دول بيكونوا small in size. حجمهم بيكون صغير. وما للأوتر planets اللي هما الاربعة اللي في الاخر دول اللي هما الابعد عن الشمس. دول بيكونوا big in size. يبقى لو قلنا لو جالك في الانتحان هتقوله ايه? small in size. الاوتر bigger bigger in size. طبق اقتها بقى تستراكشن. انت يا ايه يا inner planets انتم. طبيعتكم ايه? يعني لو طلعنا وطلعنا عليكم. او احنا على الارض واحد من نقه اهو. طبيعته عبارة عن ايه الارض يا ولاد? rookie planet او rookie components. عبارة عن صخور. فعلا الارض هيكل لها صخور. تمام كده? نفس الكلام في الفينس وفي المارس وفي الميركري. تمام? يبقى ده كده بالنسبة اللي هما rookie planets. وما لانتو بقى يا outer planets يا كبار انتو اللي بعد عن الشمس. طبعا زي اار solidified gases يعني solidified gases يعني غازات متجمدة. سبحان الله. هتلاقي معظم معبار عن هايدروجين وهيليام متجمدين. تخيل? طيب تعال نكمل بقى. بالنسبة لل dynasty. ال inner planets has high dynasty. مين يقول لي ليه? اكيد طبعا حد فيكو بيجاوب دلوقتي بيقول لي يا مثل ان هما صخور. because they are rocky planets. لان هما عبارة عن كواكب صخورية. فالdinستي بتاعتهم اللي هي الكسافة بتاعتهم يا ولاد عالية. وما لانتو يا اوتر احنا احنا جاسز. احنا جاسز وتجمدت. يعني احنا مخفاف اصلا. يعني احنا عندنا اللو دينستي. الدينستي بتاعتنا مش تقيلة مش مش عالية. في احنا ليه? لو قال لك. لان هي عبارة عن غازات مالها متجمدة. عشان كده. الدينستي بتاعتهم خفيفة يا ولاد. قليلة. طب ايه كمان? number six. they have few number of moons rotate around them. عدد المونز اللي بتلف حواليهم قليلة جدا يا ولاد. انا عرفه بعد كانت شو الله ما تيجي نتكلم عن المونز دلوقتي. يبقى number of moons لو قال لك compare. the inner planets few number of moons. وما لانتو يا اوتر. لا لا احنا عندنا كتير. عندنا they have large number of moons. طيب. تعالوا نشوف number seven. they have small gravitational force. ليه يا بستر? لان هما small planets. خلي بالكم نجيب ريزون بقى لا يقابلكم. give reason. inner planets have small gravitational force. الجاذبية بتاعتهم بتكون ضعيفة. عشان هما صغيرين كده وغلابة كده يعني كواكب صغيرة. فمش زي طبعا جوبيتر بقى والحاجات العملاقة دي. عشان كده الجرافتي بتاعتهم صغيرة. يبسو. او because they have small planets. او ما لانتو يا اوتر بلانت. يقول لك لا لا احنا احنا كواكب عملاقة كبيرة. عشان كده. we have a or they have large gravitational force. يارب نحفظها كويس يا ولاد. اه واقف الفيديو وعيد تاني واسمع الاشرح تاني. ال compare دي مهمة جدا بتتكرر كتير جدا في الانتحاء. طبعا مش كلها بتجي كاملة. بس طبعا ممكن تجي لك اساسا فيها جيفريزو زي ما تشوفت كده. يعني انت ممكن تزاكر مش على اساس ان هي compare بس. لا انت ممكن تطلع منها يا سيلة جيفريزو. ممكن تطلع منها complete. انا بحط اعطيك خط. الحاجات دي اولاد كلها لازم تخلو بلكم انها. طيب. تعالوا بقى ناعرف بعد معرفنا الفرق ما بين والاوتر بلانت. تعالوا نتكلم بقى عن شوية معلومات عنه. تمام. طب او دي اول معلومة لازم اتبع عارفينها. طبعا الكلام بيجي في الانتحاء او از اصغر بلانت ميركوري شايفين عامل ازاي? ميركوري اصغر واحد واكبر واحد الاملاق ده جوبيتر. ايه كمان? اضعف واحد في الجرافتي بتاعته مارس. يعني ممكن تطلع توقف على كوكب المريخ ده المارس ده تلاقي نفس اكتير كده فيه. طب مين الارجست جرافتي طبعا الاملاق بتاعهم مين جوبيتر? يبا جوبيتر ده كسبان حاجتين. كسبان ان هو الارجست بلانت اكبر بلانت ان سايز. وكمان عنده جرافتي وعنده اكبر جرافتي. يا طبعا كده جوبيتر انت كسبان حاجتين دلوقتي. اصغرهم ميركوري واقلون في الجرافتي مارس. تعال نكلم على الارض بقى شوي. احنا ما اجيب نسرة الارض. هو السادس من حيث الجرافتي بتاعه. ممكن تيجيلك في الامتحان. طبعا ازاي ايه اردر? تيكس ايه اردر اللي هو الترتيب السادس. طب بالنسبة للديستنس من الصن بصوا على رسمة التانية كده. هو نمبر كام. ايه مصر وان تو نمبر ثري. يبا سيرد فروم زا ديستنس فروم زا صن. طب الفوليوم يا مصر روحوا عند الماس كده. اللي هو الفورت. ده هنا الفوليوم. اللي هو نمبر فور يا ولاد. طب بالنسبة للارض بلانت وطبعا ذات وي ليف اون ات is the highest density in the inner بلانت. والارض بالنسبة للارض بلانت هو اعلى هم يا ولاد طبعا لان الروكس طبعا في الكرة ارضية طبعا احنا عارفينها. وهناخد عليها لسهم كامل. ان شاء الله نحس لها. كده احنا خلصنا البلانت. يبا احنا كلمنا عن الستارز وكلمنا عن البلانت او كلمنا عن الصن والبلانت. طبعا بعد كان نتكلم عن سؤالين كده مهمين. اللي هو ايه يا ولاد. number one. hydrogen gas is the present a solid state in the surface of outer planets. ليه الهايدروجين بيكون solid في الاوتر بلانت. طبعا ليه? due to high pressure and extreme coldness. ما تيجي تضغط العالي يا ولاد. والبرودة الشديدة. on the surface of these planets. يعني الضغط الشديد مع التبريد اللي انه هما بعادة عن الشمس. هو اللي خلى ان الاوتر بلانت داية عبارة عن solid او solidified gases like hydro. لما due to high pressure and extreme coldness والبرودة الشديدة. on the surface of these planets. تمام. مصدر هو ايه اللي بيخلي الكواكب تدور حول الشمس. يعني ليه الكواكب بتقولش انا همشي بعيد عن الشمس. لان في عالم اسم ونعالم اسحاق نيوتن يا ولاد اكتشف لنا السبب. يعني كل ما يكون يا ولاد الكوكب البلانت دا كبير في الماس بتاعته. هنشوف دلوقتي ان هو يقدر يجذب اقمار كتير حواليه. زي ما هي الشمس هي عملاقة وكبيرة اكبر بادي طبعا في السورر سيستم. قادرة ان هي تشد العيد بلانت دول حواليها. صح كده? فاسحاق نيوتن قال ايه? قال ان ايه? the attraction force depends on number one. the mass of of each body. يعني الماس بتاعته. when the mass is increase. يعني بتكون directory. خلي بالك. يعني directory يا مستر. يعني when the masses of planets increase. كل ما الماس تزيد. كل ما الاتراكشن فورس هي كمان يحصلها يا أولاد. increase. طب number two. the distance between them. ودي بتكون inversely يا أولاد. يعني inversely. يعني when the masses sorry when the distance increase. لو المسافة زادت ما بين البلانت والبلانت او البلانت والستار الاتراكشن فورس يحصلها ايه? decrease. مش بالعكس. فعلا. لو المسافة زادت. مش هيبه فيه تجازب قوي. طب لو قربت المسافة بين الستارز دي وبعضها. الاتراكشن فورس هيحصلها ايه? هدزي. فكل انا عايزه منكم في الجزئية دي. تبقوا عارفين ان الاتراكشن فورس امانج اوبجيكتس انسبيس. الاتراكشن فورس ما بين الوبجيكتس في الفضاء. بتعتمد على حاجتين. number one. الماس في اوبجيكت لازم تبقى حافظها كويس. وتبقى عارف ان هي ديركتلي. يعني when mass increase the attraction force increase. او when masses decrease the attraction force also decrease. دي ديركتلي. number two is a distance. يعني لما ديستانس تزيد. increase the attraction force decrease. مستوى ما نشوفها الحكس ازاي? the inverse. طب نشوف سؤال كده مهم. هل اللي بالك معي. the gravity on air surface is larger than that on mars surface. ليه الجاذبية على الارض اكبر من المارس surface اللي هو الماري. يبقى طبعا لسه هنا هو نيوتن بيقول ايه نتيجة الماسز. يبقى تقول ايه? because the mass of earth planet is larger than mars planet. and the force of attraction زي ما قال نيوتن. is directly proportional to the mass. وقوة التجاذب بتكون directly مع مين يا ولاد? مع الماس. تمام كده? اه ده بالنسبة للبلانتس. احنا كده خلصنا بلانتس تمام بالكامل. تعال بقى نشوف الباضي الثالث. اللي هما المونز. الامار. ايه الديفينيشن بتاعهم? the are small planets. اوعى تطلقبط. لما اقول لك the are small planets. يبقى مين هما? اللي هما الساتيلايتس. اللي هما بيقول عليهم ساتيلايتس. افكتت بايزا جرافيتي اوف بلانتس. يبقى دول مين يا ولاد? المونز. يعني كده? هما بيعتبروهم سمول بلانتس. عشان محدش يصرع ويقول للانر بلانتس. ايه الديفينيشنز بتاعك للآخر. they are سمول بلانتس. عموك يقول لك ساتيلايتس. اوف لارجر بلانتس. هما يعتبروا بلانتس. بيتقصروا. افكتت بايزا جرافيتي اوف لارجر بلانتس. بيتقصروا بالجرافيتي بتاعت البلانتس الكبيرة. او ممكن يقول لك روتيت اراوند ذيم. مين هما? المونز. بصر الصورة كده. ادي الشمس اي? ادي الستار. مين بيدور حواليها? الايرس اللي هو البلانت. ترع الايرس دبع نفسه كمان اللي هو اللارج بلانت ده. يقدر يشده حوالي ايه يا ولاد? سمول بلانت. تمام ما? ويخليه الالف حواليه اللي هو بيستبوه باسم ايه? المون. طيب. تعالوا نشوف بقى. انا مش هادر اشد بلانتس ليه ولا حاجة. اصابوني كده. انا مش عندي ايه بلانتس زيرو. يقول لك نفس الكلام. انا عنديش بلانتس. ليه? ممكن لو اقول اجي فريزون ولو بقى ديوتو زا ايه? زاوية جرافيتشنال فورس اون فينس بلانت. نتيجة ضعف الجرافيتشنال فورس على الفينوس او الميركري بلانت. مين بقى الايرس? طبعا احنا عندنا واقع اي? وان مون. عندنا مون واحد صح? مبص في السماء كل يوم بالليل نلاقي فيه وان مون. طب لو روحت بقى مارس لو روحت ماريخ هتلاقي تو مونز. طب لو روحت جوبيتر سيكستي تو مونز. ايه ده يا مستر ده? يعني انا لو تلعت على كوكب المشتري ده يا مستر. ووقفت كده بصت على في السماء بتاعته. هلاقي اتنين وستين امر ايوة. نمبر مونز ان جوبيتر بلانت سيكستي تو مونز. طب ساترن سيكستي بس. طب يورانوس. طبعا توينتي سيفن. طب نيبتون. ايه مستر ده فعلا? احنا كنا قيلين من شوية وحنا نقل بين والاوتر. ان عندهم بصتوا كام مونز. سيكستي تو سيكستي توينتي سيفن تويلف. طبعا نحفظهم الاربع اخرين يندل كده. سيكستي تو سيكستي توينتي سيفن تويلف. وطبعا الانر بلانت ما فيش ما فيش ها? يعني زيرو زيرو وان تو. ده يا ولاد عدد الاقمار اللي هي بتدور حوالين البلانت. تعال بقى نتكلم عن الاثر اللي احنا كنا قلنا عليهم اللي هما اول حاجة منهم الاسترويدز. استرويدز اللي هم بيقوا عليها كويكيبات. ليه سموها كويكيبات لان هي تصغير كوكب. فقالوا عليها كويكيبات ده باللغة العربية لكن هي طبعا بالانجليش اسمها استرويد. اللي هما ايه? they are روكي بادز. روتيت الراونز الصن. هما روكي بادز صخور زي ما انتشافين في الصورة كده. آآ روتيت الراونز الصن. انا ريجون اف بيلت. اف واندر استرويد بيلت. تاني كده مستر. زي ار روكي بادز روتيت الراونز الصن. اف بيلت. في منطقة حزام. سمو باسمي واندر استرويدز. لو حزام الكويكيبات. طب ليه مستر. يعني يه البيلت اف واندر استرويد. لو تفتكروا وانا لما قلتلكم ان ما بين الانر والاوتر بلانيتز. في خلي بالك كده. قد الانر بلانيتز اللي اربعة هم. في بعد كده قلتلكم شوية صخور كده. وبعد كده تيجي الاوتر بلانيتز. اهي المنطقة دي. المنطقة دي بيسموه باسم واندر بيلت. اللي هو حزام الكويكيبات. لو واندر استرويد بيلت. طيب ايه هي الديفنيشن بتاعها? it is the region between inner and outer planets. طبعا ده اللي هي يا ولاد مين الاسترويد. تعالوا نشوف غيرها. فيه نمبر تو موجود برضو في السورار سيستم اللي هي الميتيورز. اللي هي بالعربي بنسميها باسم الشهب. بيقول عليها الديفنيشن بتاعها. الديفنيشن بتاعها مشهور جدا يا ولاد بالكلمة او باول كلمتين فيه. كلمة يعني سهام ضوئية يعني السهام من الضوء. لو انت بسس كده في الصورة تحس كأنها ايه سهمة كده من النار. من الضوء. ماشي. كان بي سين انزا سكاي ديوتو كومبليتلي برنينج او سمول روكي ماسز. ان ايرث اتموسفير. لأ بالراحة هي مست عاينا شوية. طب قبل ما نقول بالكلام ركز معي كده. انا عن نفسي انا عن نفسي شفت مرة او مرتين الميتيورز. طبعا بالليل بيتبان جدا. كنت بنفس المنظر اللي في الصورة قدامكم ده. وفي الفيديو. ان كتلة النار دي اه زهرت في السماء واختفت تاني بسرعة جدا. كساعت انا كنت اقدوكم كده وان كنتش لسه درستها. فطبعا يعني انا قلت ايه ده ايه كتلة النار اللي زهرت في السماء دي. فلما سألت طبعا وعرفت. فعرفت ان هي ايه? ان هي عبارة عن ميتيورز. الشوهب. الشوهب دي حصلها ايه? تمام? اتحرقت بالكامل. تمام? فين? يعني يا ولاد. دي عبارة عن صخور صغيرة. صخرة. طبعا عارفين اللي بتسبح في الصخور زي ما انتم شايفين او زي ما انتم عارفين كده. فصخرة منهم دخلت كوكب الارض. فلما دخلت قبلت مين بيحوط كوكب الارض? اللي هو الاتمسفير. درستي التاني. الاتمسفير ده عمل ايه بقى? عمل فريكشن مع الصخور دي. زي ما انتم شايفين كده? عمل فريكشن. احتك بيها. فالصخور دي تحصلها يا ولاد اهم كلمة. كلمة دي مهمة جدا. لان هي دي اصلا بتعرفك. يعني اتحرقت بالكامل. طبعا ديو تزا فريكشن. وذي ايرز اتمسفير. خلاص كده. ده الديفنيشن بتاع الميتيورز. يبقى المنانز. اروز. كان بي سين اني سكاي. ليبنتي شاف. ديو تزا كمبلتلي برنن. غفة سمور روكي ماسي. نتيجة حرق الصخور الصغيرة دي. سؤال مهم. ساعات بنشوف سهام من الضوء في السماء. هتقول له ايه طبعا. نتيجة حرق الصخور صغيرة. لما تختارك الغلاء في الجو. خلاص كده يا ولاد. طبعا ده معناد ديو تزا فريكشن. ويز اير فورمينج ميتيورز. طيب. يا مستر. ما ليفردوا الصخور دي ما تحرقتش? خلي بالك بقى. لو الصخرة دي كبيرة شويتين يا ولاد كده. وعملاقة يعني. وجدت كوكب الارض ودخلت. ممكن ما يحصل لهاش كمبلتلي بيرني. وما ليه يا مستر اسمع كده? اللي هي الميتيرويدز. تتكون حاجة اسمها ميتيرويدز. اللي هي النيازك. they are the remaining parts of rocky masses. without burning. ما تحرقتش. او ليه not completely burning. يعني ما تحرقتش بالكامل. that fall on earth surface. فاكر هناك في الميتيروز. كنا مدول completely burning. اما هنا ايه partially burning. او without burning. ما تحرقتش. that fall on earth surface. واعت على الارض. مين اشهرهم? في ميتيرويد exist in southern west. يعني جنوب غر جنوب غرب افريقيا. النيازك ده شايفينه اهو? المس بتاعته كان ايه يا ولاد? 80 ton. يعني 80 طن. يعني 80 الف كيلو يا ولاد. 80 الف كيلو. طبعا ده كده الجزء بتاع الميتيرويدز. تعالوا نشوف بقى مع بعض اللي هي number four الكوميتز. كده افتكر معايا. خدنا استرويدز. خدنا ميتيروز. خدنا ميتيرويدز. تعالوا نشوف الكوميتز بقى. اللي هي بيقولوا عليها اسمها المزنبات. دي بقى يا ولاد نركز فيها شوائي. الاول ايه بتاعها. they are masses. masses يعني قتل. of rocks. قتل من السخور. تمام? مالها? rocks. ice. and solidified gases. الكوميتز دي mix. mix شوائي. ice. و rocks. solidified gases. تاني كده. يعني صخور. وايس. تلك. وغازات متجمدة. solidified gases. ما لهم بقى تلاتة دول. revolve around the sun in more elongated elliptical orbit. يعني ايه? احنا عارفيني ان الشمس ايه? كده. تمام? وده الوربيت بتاعت مين? بتاعت البلانيتز. الميركريو وهكذا. طب. الكوميتز بقى سبحان الله. ليها اوربيت كده خاص. بيكون بيقول عليه more elongated يعني more elongated. يعني متول شوية كده يا بلكت. مسحوب شوية كده بيضاوي خالص. ميركريو بقى يا بيستر? intersecting with orbitz of planet. بيتقاطع مع بتاعت البلانيتز. زي ما تشايفين في الصورة اللي فوق. الشمس اهي. واللي بالله صفر ده او اللي دي كده اللي هي بتاعت مين? البلانيتز العادية. اللي فوق ده بقى الوربيت الطويل ده بتاع الكوميتز. بتاعت الموزنبات. وبيتقاطعوه مع بتاعت البلانيتز يعني ممكن اللي قدر الله يحصل في مرة تصادف. الكوميت ده معدي من كده مع البلانيت اللي جاي في الوربيت بتاعتها طبعا ما حصلتش. بس بعد دي اللي كل شيء يقول له كده هممكن كوميت يقبض بالارض ونسمع الكلام ده كل شوية. يبدأ دي بتاعها زي اهي. تمام كده? طيب قدينا عرفنا او بتاع الكوميتز. تعالوا شوفها بتتكون من ايه? الكوميت يا ولاد زي ما انتشافين في الصورة دي. اهي. بيتكون من جزئين. consist of head and tail. head and tail. طيب نمسك حاجة حاجة. الهد دي عبارة عن ايه? الهد عبارة عن ايسي سفير كورة من التالج. that mixture of solidified gas. نيتروجين وكاربون. دايوكسايد and methane gas. لأ استنى بصلا براحة اينا شوية. طيب براحة شوية. الهد بتاعت الكوميت بتتكون من ايه? هي عبارة اساسا عن ايسي سفير كورة من التالج. لكن كذلك الكلمة دي. ايسي سفير. with mixture of solidified gases. مع خريط من الغازات المتجمدة زي مين? النايتروجين والكاربون دايكسايد والميثان جاس. التلاتة دول. وايه كمان? وعندك شوية روكي بارتس. شوية صغور. وايه كمان? dust and water molecules. وشوية دست كده غبار. مع الwater molecules. كل ده هو ايه بردان فمتجمد. فالايز دوت متجمد مع الجازز مع الروكي بارت مع الدست. طيب وبعدين ماشي في طريقهم. ماشي ماشي. اول ما يجي في المنطقة دي يا ولاد بيكون المسافة بينه بين الشمس ايه? اقرب. فيقول لك ايه الحر ده. عارفين ايه يعني يفك بقى يعني ينصير كده. فيبقى مرحة عن ايه? وهو بيمشي يعمل تيل وراه. هو ده الديل بقى بيتكون من كده. بالضبط انا بشبيه هعارف تما تكون مسك عود بخور كده. وماشي بيه مثلا مسكه في البيت عندنا. فعندك وبتمشي بيه في الشقة كده بتجري بيه. وانت بتجري بعود البخور ده هتلاقيه عمل خط كده وراه. خط من الدخان صح? نفس الفكرة. اول ما يقرب الكومت من الشمس يبتدي يعمل ايه? الهت دي. طبعا الحرارة الشمس بقى هنا ازيت طبعا. فيتدي ايه? يعمل دخان كده كلاود. كلاودي تيل كده يعني ديل كده من الغازات. تمام? لحد ما يبقى التاني اول ما يبقى التاني ويجي هنا يرجع تاني ايه? هت كده زي ما نشايفين. طيب يبقى الهت بتكون من ايه? كرة من التلك. and the mixture of solidified gases like nitrogen carbon dioxide and مثان جاز. روكي بارت داست اندووتر موليكيلز. طب التيل. عبارة عن جاز ياس كلاود سحابة من الغازات. اشهر. اشهر كومت is called هالي. كومت. الكومت ده اتزافيماس كومت. طبعا يولاد بيعمل ايه بقى كل ستة وسبعين سنة بيلف لفة واحدة بس حوالين الشمس. ياه? عشان كده يا مستر احنا مش هنقدر نشوف الكومت هالي ده. يعني الانسان ما يقدرش يشوفه غير مرة واحدة في حياته. انت وحظك بقى. جي وانت لسه صغير لفة حوالين الشمس وانت يعني مش هيتشاف الا ايه مرة واحدة. لان عمر الانسان عمر ما يبقى اضابل ستة وسبعين سنة يعني مية حاجة وخمسين سنة. فطبعا يبقى ايه? يبقى عشان كده ايه? يبقى اه الهالي اوربت روتيت الراوند الصن ايتش اد ايه سبنتي سيكس ييرز. تمام? والمضار بتاعه بيتقاطع مع كوكب الارض يا ولكن. عشان كاس وكان الارض يعني انا ممكن ايه? يشوفوه. زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي هيتغلت قدامكم دلوقتي او وكل ما يقارب من الصن بتاعه ده يطول. واللي هو عبارة عن جاز ياسي كلاود. بكده خلصنا الليسون بتاعنا. آآ نذاكره جزئية جزئية يا ولاد. الدرس سهل جدا. يعني انا مش مقفوش حاجة معينة محتاجة فيه مقاوي. هو كل فكرة انت بتحفظ النقط اللي موجودة فيه. آآ بتحفظ بتاعتها كويس. لو فيكم بتزاكرة كويس جدا. برضو اللي انا قلتها في وسط الشرح هتخلي بالك منها. آآ يا رب يكون الامور سهلة بالنسبة لكم. ان شاء الله هنعمل مراجعة كل يونت على حدة. بالتوفيق لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.